موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في هذا الفيديو سوف نرى المعارض العربية زيتوت يؤكد بأن الجزائر عندها تقارب خفي مع إسرائيل وهذا الشيء منذ سنوات طويلة وهم يتعاملون مع إسرائيل وهذا اللعب على ورقة إسرائيل والصهينة ما هي إلا ضغطقة مشاعر الشعب الجزائري وهذا قرار اللي اخرج به تبون لإعادة النظر في العلاقات مبيل الجزائر والمغرب سيقول بأنهم كتاجهوا بشكتهم علاقات نهائيا مع المغرب وهذا الشيء اللي سيزيد وطر العلاقة مبيل المغرب والجزائر دعوكم مع شنوقات العربية زيتوتوش نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير لا تنسوش دعمونا بلايك الناس اللي ما زالوا ما يشتركوا معنا يشتركوا يفعلوا الجرس بش يوصلوا مجديدين دائما من الكذب اليوم هو بكل تأكيد ركم تابعتوه لكن بش نردوا عليه نقطة نقطة نضطر إلى أني نقرأ ما جاء في ما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير دفاع الوطني اليوم لأربعة 18 أوة 2021 اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن خصصا لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات لسيمام ولاية تيزيوز وبجايا أسدى الرئيس تعليمات لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ظلوع الحركتين الإرهابيتين الماك ورشاد في إشعالها وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماهين نحبس هنا قبل أن نذهب إلى النقطة الأخرى هنا في هذا البيان أولا يتوجهوا إلى اتهام الأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر لأنه ندخل طويلا في قضية المغرب وقضية النظام المغربي والكيان الصهيوني في الحقيقة أنتم تخادعون الشعب الجزائر لأنه عندكم علاقات تحت الطابلة وعندكم علاقات عن طريق الحلف الأطلسي وعندكم علاقات عن طريق المخابرات وعندكم علاقات عن طريق الفرنسيس والأمريكي مع ما تسمونها الكيان الصهيوني اللي هو بفعل الكيان الصهيوني إذن أنتم في الحقيقة في السر عندكم علاقات معهم صحيح محدودة حتى نكون منصفين ودقيقين وصحيح أنها فقط فيما تتعاونون به معهم خاصة ما تسمون مكافحة الإرهاب ولكن أنتم لستم بتلك البراءة اللي تحبوا تقدموها وتلك السطورة اللي تحبوا تقدموها أنا ما عندكمش علاقة مع الصهيوني والحقيقة أن المرحوم محمد تمالت اللي قتلتوه تحت التعذيب في مقار من مقارات ما يسمى مقارات في السجن ومات تحت التعذيب كتب كتاب أعتقد فيه أكثر 150 صفحة أو 200 صفحة عن العلاقات الجزائرية الإسرائيلية وجاب تفاصيل وأنا ننصح الناس بأن يقرأوا ره موجود على الأنترنت ويترحمون على محمد تمالت ذلك الصحفي اللي قد اختلف معها الناس احنا اختلفنا معها أيضا بعض النقاط ولكنه كان في نهاية المطاف رجل يبدي رأيه وتخل واعتقد أنه يدخل للجزائر ولا أن يقوموا بشيء عذبوه عذاب نور عذبوه عذاب شديد ثم قتلوه ثم مات تحت التعذيب إذن قضية العلاقة مع إسرائيل ما تلعبوهاش كثير والصور والفيديوهات اللي كنا فضحناكم بها في الحلف الأطلسي موجودة ومعروفة الآن مع المغرب مع المغرب قصة طويلة وتحدثنا فيها أكثر من مرة لكن مرة أخرى أيضا ما ندخلش فيها كثير المصيبة نتاعكم يعني لو كان كان هناك إنسان عاقل في الجزائر بعد ما تقدم المالك المغربي محمد السادس في 29 جويلية أو 30 جويلية في الخطاب ودعى إلى فتح صفحة جديدة وإلى التعاون وواواوا كون هناك عاقل في العصابة يقول لك طيب نتعاونوا خلينا نتعاونوا فيما نتفق فيه ونتفاوض على ما نختلف عليه لماذا تدفعون المغرب أن يلتجي ويسقط في أحضان صيونية أو في أحضان الإمارات أو في أحضان غيرهم لماذا؟ يقدر واحد يقول لك لكن هو ما يقول يا سيدي جيبوا الخلافات كلها على الطاولة ونقشوها دعونا نحن المغرب لن يرحل والجزائر لن ترحل هذا هي الجغرافيا والشعب المغربي هو الشقيق الشعب الجزائري حتى لا نقول نحن شعب واحد في بلدان مختلفة والنظامين بغض النظر عليهم وهنا نتكلم بصفة مبدئية أي نظامين حكم وش الهدف انتعاوه؟ الهدف انتعاوه هو حماية وطنه حماية تعاون مع جيرانه بناء اقتصاده بناء مجتمعه ما هوش الخصومات والصراعات والخلافات التي ليس لها حدود وما هوش انكم انتم انطحوا في احضان الصين والروس والنظام المغرب يطح في احضان الامارات والصهاينة والامريكان والفرنسيس وغيرهم طبعا الفرنسيس انتم اسبقتوا الناس جميعا إليهم هل من المعقولة ومن المنطقي ان تبقى حدود مغلقة ما بين شعبين عددهم يقتر من 90 مليون هل عمرها الآن هذه الحدود المغلقة 27 سنة من اوت بضبط مثل هذه الايام 94 هل من المنطقي ان تبقى الخصومة والصراع وا 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 والمغرب يقول لكم راكم تصدروننا في حبوب المخذرات وانتم ما تقولوا المغرب يصدرنا كيف على سبيل المثال والاقتصادين يعانوا والجيشين الجيش الجزائري والجيش المغربي نص الجيش الجزائري على الحدود مع المغرب أساسا أو في الصحاري لماذا هذا الضياع لماذا لانكم تريدون دائما نظرية خلق العدو نستطيع ان ننتقد النظام المغربي وفي مجموعة نقاط واللي تابعوني يعرفوا اننا انتقدنا ذلك لكن نحن لا نعتقد باستحالة ان لا نجد حلول لهذه الخصومة او لهذه الاختلافات ونعرف ان الجزء الاكبر من هذه الخصومة او من هذه الاختلافات الجزء الاكبر منها هو سيدي فو بروبلام هي مشاكل مصطنعة ونحن نعرف ان 80% من هذه المشاكل ومن هذه الخصومات تروح عندما يكون هناك عقلاء للتفاوض وللنقاش ولعدم خلق معادي ماذا تريدون حرب بين شعب جزائر وشعب مغربي حرب بين الجزائر والمغرب ستضمر البلدين وستضمر الشعبين وستضمر الجيشين وستصبح المنطقة فيما بعد مثل ما اصبحت سوريا ومثل ما اصبح العراق ومثل ما اصبح اليمن ماذا تريدون تريدون هذه والآن يقول لك يعني راح ان تقطعوا العلاقات مع المغرب قال لك راح انشوفوا في العرب يعني تزيدوا علاقة دبلوماسية راحين ربما غدا يعلنوا عن قطع العلاقة دبلوماسية عن المغرب يعني ستزيدون في إضعاف المنطقة وفي توتير المنطقة والمغرب اللي ربما كان ماشي خطوتين معا اللي تسموهم صهاينة وهم كذلك ربما يولي يجري معاهم وليس يمشي معاهم خطوتين والأمريكا اللي كانت علاقتها في حدود معينة ربما المغرب يضطر أنه يفتح لها أكثر وانتم وين تروحوا؟ تروحوا عن الصين وعند الروس وطبعا فرنسا أنتم وفي زوج عندها لماذا؟ لماذا هذا الضياع؟ والشعب يموت من الأكسجين والشعب يموت من الفقر والشعب يموت من الجوع في بعض الأماكن كي الناس ماتت من الجوع بالحق وأقل شيء إذا ما يموتش من الجوع راح عنده سوزالي مونتاسي وعنده بروبلام من تغذية وشوف الجزائريين وتشوف أحيانا في أسنانهم وفي وجوههم وفي شيء نتيجة البؤس اللي انتشر في البلاد لماذا هذا التفكير؟ إذن راكم تفتحوا في جبه عننا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم أخليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات مش بخلوش عليها بالرأي ديالكم الناس اللي ما زال ما مشاركوا مش معنا يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلون الجديد ديالنا دايما شكرا لأي واحد كيد عملوا محتوى ديالنا وكيف العادة نتشوفوا في فيديو جديد السلام عليكم